موسيقى 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 يلا عندي تصوير وبدأ أركب المايك على كاميرتي بنفس الوقت بدي أستخدم شاشة تليفوني يعني مشان أشبكها طيب كيف بدي أشبكها؟ أو لسه بدي أشبك كمان إضاءة ما في مكان أركب على الكاميرا في حل حبيبي ألا وهو إشي منسميه كيج أو قفص إيش فكرة القفص لهو إطار معدني بتقدر أنت تركبه على كاميرتك بيكون مقصوص القالب بتاعه جاهز حسب نوع كاميرتك هذا القالب مخصص لكاميرتي الـ R5 بتركبه عليها بتشده البرغي من تحت وبيثبت عليها وهذا الكيج أو القفص فيه مداخل براغي تركب عليه شو ما بدك فبتقدر تركب هنا مايك بتقدر تركب هنا شاشة أو تليفونك بتقدر تركب هنا جو برو مايك وإلى آخرين أكثر شركة مشهورة حاليا للكيجز لكاميرات الـ DSLR والمريرلس ليهي شركة فشكرا ليو كام بتزويدي بهذا الكيج وشكرا لدعمهم لكل فيديوهات مراجعة المعدات خلينا نبدأ أول شي بدك تسويه لما توصل الكيج بدك تتأكد من نوع كاميرتك يعني أنا عندي هون هذا الكيج مخصص للكانون R5 أو R6 أو الـ R وبتركب الكيج تتأكد انه داخل مكانه بالضب بعدين فيه تحت برغي المتداول للربع إنش اللي عاجبني بهذا الكيج انه بيجمع المفك الخاص فيه بتشد فيه البرغي اللي تحت هذا البرغي الربع إنش على البدي تاع الكاميرا على مكان المخصص وبتأكد منه انه داخل مية بالمية وهيكا بيثبت هلا بكاميرات الكانون الـ R5 والـ R6 وحتى الـ R فيه مدخلين لبراغي أو مش براغي لدبابيس نحكي مشان تضمن انه الكيج يثبت محلو مية بالمية هذول بيجي برغيين زيادة بتشدهم مشان يسكر على الكيج بالضب وهيكا بتضمن انه يثبت مية بالمية محلو باستخدام نفس المفك فيه والنكية سداسي بتقدر انت تشد فيه البراغي بعد ما تشدهم بترجع المفك محله بشكل مغناطيسي بثبت وهيكا الكيج جاهز للاستخدام هلا الكيج جدا خفيف مع انه هو معدن ما فيه أي قطعة ثانية بتيجي معاه لكن انت ممكن تشتري اكسسوارات ثانية تركب عليه ممكن الايد اللي من فوق الهاندل فيه اكسسوارات ثانية كثير من بس انا بهمني اركز على هدف الكيج نفسه اي فيديوغرافور او سينوماتوغرافور بديو يبلش بكاميرا بسيطة او بكاميرتو الميرورلس او ديس الار ينصح انه جيب كيج لواحد من ابسط الاشياء تركب الاكسسوارات عليها بخلينا نبلش بأول اكسسوار اللي هو اذا بدك تثبت مايك على كاميرتك فيه مدخل هوتشو تقدر تركبه عليه بس يكب ببطل فيه عندك ماكن ثانية تركب عليها شاشة او اكسسوارات ثانية في هذا الكيج فيه هون مدخل كولتشو اللي هو ما فيه اسلاك تقدر تركب عليه المايك المايكات القالب بتاعه مخصص للكانون ار فايب او الار سيكس بدخل المايك عليها وبشبكه فهيك صار جاهز للاستخدام المايك ثاني اشي بقدر اركبه الا وهو اذا بدك تستخدم شاشة او تليفونك اذا بدك تعمل تذرينج زي حالاتي انا بستخدم تليفوني كثير او التابلت بعمل تذرينج واي فاي بشبكهم لما اجي اصور مشان اشوفها شاشة اكبر فانت بتقدر تستخدم ادابتر مع هذا البرغ الربع انش وبتركبه هون عليها من فوق فصار عندي مجال اركب للمايك واركب كمان تليفوني او شاشة ثانية طبعا هذا كل الوزن وين على الكيج مش على الكاميرا كاميرتك بامان كمان بقدر اضيف ان انا اذا بدي اجيب ضو مساعد بدي اشبكها بقدر اني الفها في مداخل الربع انش على الجنب اليمين من فوق في مليون مدخل وفي عندك كمان على الجهة اليسار من كل الاماكن فانا اذا بدي اضيف ضو من الجهة اليمين بالماجيك ارم بقدر الف عليه وهيك بتثبت الماجيك ارم مع الضو بقدر ارخيه احركه براحتي ممكن مثلا الكاميرا هون وخلي الضو على اليمين اشغله هيك صار عندي مايك الشاشة ضو هنا بقدر اضيف كمان جو برو هون او عندي كاميرا الانستا 360 بقدر اضيفه هون وهذا الوزن كله على الكيج وبنفس الوقت بقدر افتح الممرئ ابدلها بقدر اغير البطارية لو بدي الكيج ما بيأثر عليها وكمان بقدر اشبك الكوابل اذا بداش بك مونيتر من فوق او اذا بداش بك تيذرين كابل تايب سي بغض النظر عن الاسباب وهيك كاميرتي جاهزة للاستخدام طبعا في اكسسورات اكثر من هيك لسه بتقدر اضيفها زي في ماونت بتري بتقدر تركبه وراء تقدر تركب مات بوكس قدام على العدسة الى اخره يعني هيك انا احاس حالي اماسك جهاز ترصد طلع خلينا اكبر الموضوع اجرب اشبك المونيتر اللي عندي انا عندي الابتر في سكرين ليش اشبك ايش دي ماي بس اشبك المونيتر نفسه اكبر من التلفونه اوضح لاحظوا انه انا هلا ماسك الادابتر نفسه مش ماسك الكاميرا عادي لانه الوزن على الكيج نفسه فبقدر اثك الفون هولدر نفسه وركب الشاشة محله كله نفس المدخل الربع انش البرغي مع كابل الاتش دي ماي مع كل شي بقدر اوصلها واشبكها والاخيري واشغلها غير هيك كمان من تحت البلاطة هاي بتيجي اللي هي الارك سويس اللي هو معظم الترايبودات موجود عليها هذا النظام من البلاتة او البلاطة فانت مش محتاج تحط بلاطك الترايبود على الكاميرا بعدين تركبها عليه فورا هاي بتركب على الترايبود اذا عليه الارك سويس ماونت ونفس الاشي هذا الكيج بلاطته مخصصة للديجي ايرونين اس 2 والار اس سي 2 ندركب الضوعة هاي الجهة مشان امسك هذه الجهة بايد اليمين براحتي ايوا هي هيك بلين افك المجيكار مرخي اوفيك رهيب شاشة بكل احوال حبابي اذا كاميرتك مش كانون ار 5 موجود كيجز عند يو كام لكل الكاميرات منها السوني الفا حتى كاميرات الدي سيل ار من كانون ال 6 دي مارك 2 مثلا او ال 5 دي مارك 4 وحتى كاميرات البلاك ماجيك البوكت سينما كمان فيه لها باكيج خاص بيجي مع حاملة الكابلز للعجمت عشان تقدر تحمي الكابلات تعونا كنت مركبه مع الكاميرا هلا انا كاميرتي الكنون ار 5 بيجي معها حامل كابلات الخاص فيها بالكرتونة فانا بقدر اشبك الكابلات واثبت بالبرغي هون خلص اللي بدي اياه بيحمي الكابل تاعي ويظل ثابت محلو 100% اتمنى اكون افتكم بهذا الفيديو حبابي بالمختصر المفيدة اذا انت داخل عالم الفيديو هذا الكيج لازم يكون عندك انا صراحة اشتريته اصلا يعني اول ما وصلتني ال R5 فورا وصيت الكيج بناءا عناصيحة حبيبي رامي ففورا وصيت الكيج بدل لقريب انا عادة بصور فوتوغراف فبجيب بركبه على الكاميرا من تحت بس ما بزبط كيج مع كيج فهذا الفرق اتوقع بين مصورين الفوتوغراف والفيديو انو الفيديو هسا كاميرته بتلاقي عليها كيج والفوتوغراف بتلاقي على كاميرته غرب شكرا لمحمد عطيه لانو زودني بالكانون R كاميرته الخاصة مشان اقدر اصور فيه هذا الفيديو براحتي واذا عندكم اي اسئلة او استفسارات او معدات وتحبوا نعمل عنها ريفيو بالفيديو هات الجاي تقدروا تبعثوه لحساب الفيس بوك او انستجرام او على حساب يوكام نفسه على الفيس بوك او انستجرام ات يوكام جو يعطيكم العافي حباب يتذكروا دايما ان كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة يارب احمي هذا البلد ما بداحكي اي شي ثاني غير هيك ويارب كون فعون اهلنا بغزة في كل الوطن العربي يعطيكم العافي